نروح للمباريات المؤجلة التي لعبت بعدها كأساسي طبعاً كان في مبارتين خلال اللي كانوا بالأمس ندخل بتفاصيل مباريات الأمس ونبدأ بمباراة الفيصلي ومغير السرحان الفيصلي بعدما كان قد تعثر الأسبوع الماضي بتعادل أمام العقبة وفوت على نفس النقطتين استعاد توازنه بالفوز على مغير في مباراة قيمة على ملعب الأمير محمد بهدفين مقابل لشيء كابتن نهاد الفيصلي كيف تراه مع الكابتن أحمد هايل والفيصلي عنده خمس أو ستة عقدات جديدة من مصعب البطاط لبكر كالبونة قائمة طول وانجا يعني وعودة كل اللاعبين الآن الفريق أعتقد استقر شوف يعني الاستقرار الفريق مهم جداً والكابتن أحمد هايل أكيد يعني صار يعرف اللاعبين أكثر وصار يعرف إيش اللي بناسبهم كيف يتعامل معهم في الملعب كيف يتعامل معهم خارج الملعب هذه كل ياتها أشياء مهمة لكن أداء الفريق في النهاية يعتمد على نوعية التدريبات وعلى نوعية ومستوى التدريبات اللي بيأخذها خلال جرعات تدريبية بعيد عن المباريات فأنا بأعتقد أنه في الأردن يعني بشكل عام يفترض أنه ندرب متل ما منحب أنه نلعب وهذه الشغلة يعني فهمية بسيطة مغير السرحان كان ند قوي وكان على مقرب نسجل أكثر مرة كابتن أنا المباراة صراحة شفتها بس ما شفتها بعين الناقد ولا شفتها بعين المدرب شفتها للاستمتاع يعني فما بدر أحكي فيها كتير لكن بالفعل فريق مغير السرحان في الشوط الأول خصوصا كان فريق متماسك جيد في النهاية يعني بلعب مع الفيصل يعني والأهداف اللي إجت ساهمت بحسم النتيجة بحسم النتيجة طيب نروح لمباراة الوحدات مع الرمثة الوحدات ربما يعني أشعرنا بأنه المباراة سهلة أكثر من اللازم فوز بالثلاثة على فريق الرمثة الذي لم يظهر بشكل مطلوب والوحدات في هذه المباراة أكد بأنه يريد المنافسة بكل قوة الهدف الأسرع ربما هذا الموسم في بطولة الدوري جاء بعد 24 أو 25 ثانية محمد عبد المطلب وبعد ذلك أضاف الناشئ واللاعب الشاب هدفين مقابلين كابتن نهاد كيف تقرأ هذه المباراة الوحدات والرمثة الوحدات حسمها بشكل سريع هذه المباراة يعني كمان شفت لقطات منها وشفت الأهداف كيف اجت أنا بأعتقد أنه الأخطاء الدفاعية اللي حصلت ساهمت بالعدد الكبير من الأهداف اللي ثلاثة أهداف فريق الرمثة يعني كان مفروض أنه يكون على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي المستوى شفنا بالذهاب على الأقل نعم يعني بالذهاب صراحة فريق الرمثة مع مدربه المجتهد النشيط صراحة كان أداءه أحسن يمكن التوقف الطويل اللعب أضر الرمثة الأمجد أبو طعيم أيضا يتعامل بواقع يوم الرجل يعني نعطي حقه لأنه حسم المباراة بأقل جهد ما أشعرنا أنه مباراة صعبه هذا اللي لمسته بالشكل العام للمباراة أكيد أكيد الكبتن أمجد من المدربين المهمين اليوم على الساحة الأردنية يعني والتغييرات اللي عم تصير في أسلوب اللعب أكيد برجع للكبتن أمجد أكيد والنتائج اللي عم بحققها نتائج جيدة لكن كمان عودت اللاعبين اللي كانوا متغيبين مع المنتخب الوطني بدهم إعادة انسجام صحيح يعني بدأ شوية وقت ولكن كانت المباراة إلى حد ما أنا لقطات شفت منها نروح لفريق الحسين الحسين اليوم حسم مرحلة الذهاب كبتن 31 نقطة الأقوى هجوماً الأقوى دفاعاً الأكثر ربما تهديداً للمرمى الأقل تلقي للبطاقات الحسين كيف ترى هذا الموسم الآن بعين المتابع لكل الموسم شوف بالنسبة لنادي الحسين أعطانا بالموسم هذا نموذج النادي المحترف المحترم يعني وأعطانا كمان إشارات بأنه إذا كان عندك إمكانيات لبناء فريق مميز تستطيع أن تبني فريق مميز اليوم إلى حد ما إلى حد بعيد اليوم الكاس في طريقه لهناك بطولة الدوري في صعوبة لأنه الفرق الثاني ترجع تنافس إلا يكون في بعض الهفوات عند الفرق وكمان يعني عند الحسين ممكن يصير بعض الأشياء لكن الحسين كنادي كرئيس نادي أعطانا نموذج حي للنادي المحترف شايف مرحلة الآياب تكون أصعب من الذهاب والأسهل مرحلة الآياب صعبة على الحسين تحديدا صعبة على الجميع صعبة على الجميع بداية لأنه فيه توقفات فيه مشاركات خارجية وإلى آخرية وفيه ممكن يصير إيقافات فصعبة على الجميع لكن فريق الحسين اليوم مفروض أنه يستمر في هذا النمط وهذا النسق اللي ماشي فيه بشكل كويس حتى ما يوقع في مطبوات جميع بجوز المباريات الحديث فيها يطول ولكن بدي أبدأ بالملاحظة العامة ينطلق هذا الأسبوع رقم 12 كابتن نهاد وكل الأجهزة الفنية بقيادة مدربين محليين ماذا يعني هذا؟ هذا شيء ممتاز بصراحة يعني أنه الاتحاد والأندية تعطي ثقة للمدربين المحليين هذا شيء ممتاز جدا جدا وكفاءاتنا التدريبية الموجودة بصراحة لا يقوله عن المدربين اللي نحن نجيبهم من الخارج عادة وخصوصا على مستوى الأندية هذا شيء جيد مرحلة الإياب ربما يكون فيها الكثير من التوقفات مرحلة الإياب مرحلة الإياب بيصير فيها الفرز بين المنافسة على الغبوط والتنافس على القلق فهذا الفرز اللي بيصير بيخلي توتر أكتار بيخلي جمهور أكتار إن شاء الله بس الأندية تكون في مستواها في أداءها الفني يكون شوي عالي حتى كمان الجمهور يقدر يجي ويترج على المبارئة ما رأيك بالتعاقدات اللي تمت بين بالذهاب والإيابة ذلك بشكل عام يعني ما بدي أدخل بالتفاصيل لكن أنا لفت نظري يعني مبارح الوحدات تعاقد مع الجعيدي قبلها مع أبو زريق الفيصل الآن تعاقد مع حارس مرمى حارس مرمى منتخب سوريا الأول أحمد مدنية لموسم ونصف الأندية الثانية قاعدة فيه بتتعاقد الأندية قاعدة بتروح لاعبين مش قادرة تدفع فيه فيه فوارق بين أندي تتعاقد وتدعم الحسين جاب العطار مجدي يعني فيه ناس قاعد بعزز وناس قاعد لا بتخلص بصراحة يعني ظروف الأندية هي اللي بتحكم التعاقدات بصراحة يعني أنت يعني الأندية معظم الأندية يمكن ما نقول كلها يمكن استثني نادي أو ناديا أما ما تبقى من الأندية بصراحة ظروفها صعبة صعبة جدا وهم مش قادرين أصلا يعملوا تقاعدات تعاقدات جديدة صحيح نعم جديدة وخصوصا الخارجية وإذا بدك تجيب واحد من الخارج بعشرين ثلاثين ألف دولار يعني مش هداك اللاعب رح يكون من حيث المستوى أنا برأييي أنا برأييي التعاقدات مع اللاعبين المحترفين لازم تكون مدروسة بشكل أفضل تخدم الفريق يعني ما تجيب لعب ليذا بيحاجته طبعا يعني أنت لما تجيب لعب ما تلعبوش أتخلي إحطيها مشكلة هاي طيب نشوف على الشاشة مباريات الأسبوع اعتبارا من السبت مبارتين الأحد مباراة والاثنين مبارتين وأنا أذكر بي ترتيب طبعا الفرق أيضا مع نهاية مرحلة الذهاب وانطلاقة مرحلة الإياب كما نشاهدها على الشاشة اشتركوا في القناة